جلابة الكمخة هي نوع من الأزياء التقليدية المغربية التي تتميز بأناقتها وجمالها الكمخة هي نوع من القماش الفاخر الذي يستخدم عادة في صناعة الجلبيب المغربية إليك بعض التفاصيل حول خياطة جلابة الكمخة 1 اختيار القماش الكمخة هي قماش فاخرا يمكن أن يكون من الحرير أو الصوف أو مواد أخرى وتأتي بأنواع مختلفة من حيث السماكة والنقوش عند اختيار الكمخة تأكدي من أن القماش مناسب للفصل والحدث الذي سترتدين فيه الجلابة 2 التصميم تصميم الجلابة يختلف من منطقة إلى أخرى يمكنك اختيار تصميم تقليدي أو إدخال بعض التعديلات العصرية الخياطة يتطلب خياطة جلابة للكمخة مهارة ودقة بعد قطع القماش حسب القياسات يتم تجميع الأجزاء وخياطتها معا يمكن استخدام تقنيات خياطة تقليدية أو مكينات الخياطة الحديثة 5 التزيين تزين الجلابات عادة بالتطريز اليدوي أو باستخدام الخيوط الذهبية أو الفضية الزخارف يمكن أن تكون على الصدر، الأكمام أو الحوف 6 الإكسسوارات لإضفاء لمسة مميزة يمكن إضافة إكسسوارات مثل الأحزمة المطرزة، الأزرار الثافرة أو الأوشحة الحريرية بإمكانك زيارة خياط محترف متخصص في الأزياء التقليدية المغربية للحصول على جلابة مصممة خصيصا لك بأفضل جودة وأدق تفاصيل فوب الكمخة جلابة هو نوع من الملابس التقليدية المغربية وهو يتميز بفخامته وجماله الكمخة هو قماش ناعم وفاخر عادة ما يكون مصنوعا من الحرير أو الكتان أو خليط من الأقمشة يستخدم هذا النوع من القماش في صناعة الجلابة التي هي عباءة طويلة تلبس فوق الملابس العادية وتغطي معظم الجسم تعتبر جلابة الكمخة رمزا للأناقة والرقي في المجتمع المغربي وغالبا ما يتم ارتداؤها في المناسبات الخاصة والأعياد تصميمها التقليدي يعكس التراث والثقافة المغربية مع تفاصيل دقيقة وزخارف جميلة تبرز مهارات للحرفيين المحليين ثوب الكمخة هو نوع من الأثواب التقليدية المعروفة في بعض الدول العربية وخاصة في الخليج العربي يتميز هذا الثوب باستخدام قماش الكمخة الذي يعد من الأقمشة الثافرة والمعروفة بجودتها وملمسها الناعم فيما يلي بعض التفاصيل عن ثوب الكمخة واحد الخامة الكمخة هي قماش فاخر عادة ما يكون مصنوعا من الحرير أو من مزيج الحرير والقطن يتميز بملمسه الناعم ولمعانه الفاخر اثنان التصميم عادة ما يكون تصميم ثوب الكمخة بسيطا وانيقا مما يجعله مناسبا للمناسبات الرسمية والاجتماعية يتميز بقصته الفضفاضة التي توفر راحة في الحركة ثلاثة التطريز والزخرفة غالدا ما يتم تزيين ثوب الكمخة بتطريزات دقيقة وزخارف متنوعة قد تشمل هذه التطريزات خيوط ذهبية أو فضية وتضيف لمسة من الفخامة والرقي للثوب أربع الألوان تتنوع ألوان ثوب الكمخة ولكن الأكثر شيوعا هي الألوان الكلاسيكية مثل الأبيض الأسود والألوان الداكنة الألوان الفاتحة مثل البيج والأزرق السماوية قد تكون أيضا شائعة خمسة الاستخدام يرتدي الرجال هذا الثوب في المناسبات الخاصة مثل الأعراس والمناسبات الاجتماعية الكبيرة يعتبر رمزا للأناقة والتراث في العديد من المجتمعات ستة العناية نظرا لأن الكمخة من الأقمشة الحساسة والفاخرة فإنها تتطلب عناية خاصة عند الغسيل يفضل غسلها يدويا أو التنظيف الجف للحفاظ على جودتها الثوب الكمخة يجمع بين الأناقة والتقاليد ويظل جزءا مهما من الهوية الثقافية في العديد من الدول العربية ثوب الكمخة هو نوع من الأزياء التقليدية المشهورة في بعض الدول العربية وخصوصا في الخليج العربي تعود أصول الكمخة إلى العصور القديمة حيث كانت تصنع من الأقمشة الفافرة والمطرزة بأشكال متنوع الكمخة تعتبر رمزا للأناقة والترف وترتد في المناسبات الخاصة مثل الأعياد والأعراص الأقمشة المستخدمة في صناعة الكمخة غالبا ما تكون من الحرير أو القطن الفاخر وتزين بألوان زاهية وزخارف تقليدية بالنسبة لفصل الصيف يتميز ثوب الكمخة المصممة لهذه الفترة بعدة خصائص واحد نوع القماش يستخدم قماش خفيف ومريح مثل القطن أو الكتان لضمان التهوية الجيدة وتقليل الحرارة اثنان التهوية تصميمه يكون واسعا وفبفاضا ليسمح بمرور الهواء مما يجعله مريحا في الطقس الحر ثلاثة الألوان غالبا ما يتم اختيار الألوان الفاتحة مثل الأبيض أو الألوان البستيلية التي تعكس أشعة الشمس بدلا من امتصاصها أربع الزخارف تكون الزخارف بسيطة وخفيفة بعكس الزخارف الثقيلة التي قد تكون غير مريحة في الصيف الاهتمام بهذه التفاصيل يجعل ثوب الكمخة خيارا مناسبا للأناقة والراحة في فصل الصيف الألوان التي تناسب الفتيات تعتمد على عدة عوامل مثل العمر لون البشرة والمناسبة بشكل عام هناك بعض الألوان التي تكون عادة مفضلة للفتيات وتشمل واحد الوردي يعتبر الوردي من الألوان الأكثر شعبية بين الفتيات اثنان البنفسجي درجات البنفسجي المختلفة تكون جذابة ومناسبة للفتيات ثلاثة الأزرق الفاتح الأزرق يعطي إحساسا بالهدوء والنقاب أربع الأبيض اللون الأبيض مناسب للكثير من المناسبات ويعطي مظهرا نقيا خمسة الأصفر لون مشرق ومبهج ستة الأخضر الفاتح يعطي إحساسا بالطبيعة والانتعاش من الجيد دائما اختيار الألوان التي تجعل الفتاة تشعر بالراحة والثقة الألوان التي تناسب كبار السن غالبا ما تكون الألوان الدافئة والمعتدلة التي تضفي شعورا بالراحة والأناقة من بين هذه الألوان واحد الألوان المحايدة مثل البيج الرمادي والكريم اثنان الألوان الدافئة مثل الأزرق الداكن الأخضر الزيتوني والبني ثلاث الألوان الهادئة مثل الأزرق الفاتح اللافندر والوردي الفاتح أربع الألوان الترابية مثل الطين والبرتقالي المحروق تلك الألوان تعزز المظهر الأنيق والراقية وتناسب مختلف المناسبات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر